موسيقى 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 لأنها كرمنا أزيلال وكرمنا بالويدان في اللوبرج كرمنا ويستاهل تكريم آسفي من خلال الخاوة هذه المرة حطنا الرحال دينا في مراكش المدينة الحمراء سبعة رجال طبيعة الحال ولكن اللي جميل في الأمر والغران بليوس اللي تضاف لنا في هذه السلسلة هو أننا اطرقنا أو حينا أو حاولنا نذكر الناس بأهمية الجورة اللي وصالها للنبي عليه السلام النبي عليه السلام وصالها سبجار اللي جميل في هذه السلسلة وقد نشوفها إن شاء الله من خلال العلاقات دي للجيران هو ما كيش حد كيدق في شي باب اللي جا كيدخل وكيدفعل باب وكيدخل ولاش لأن الجيران بكري كانوا عبارة عن عائلات وأسر متقاربة السكن أما الآن مع الأسف الشديد صبح شجار وجارو بحال اللي ساكنين في محكاة ما كيتسنة وغير اللي جلسوا التاريخ ديالها لا حد يسول في حد فيه نيام قلت لكم بيعطيها شوية زيت فيه نيام عطيني شي خبزارة خبزنا بقي ما تابش هذه أيام اللي صبحت ماشي صبحت انقارضة انقيراض الديناصور فحاولنا نشير لها في هذا العمال الإبداعي الفني الجميل اللي هو حي البهجة الفرق ما بين لو بيرج والخاوة وحي البهجة وبدرجة اللولة كيتلمس في الموضوع علش كتلك الموضوع بالضبط لأنه ممكن نقول لي يا ديكورات ربما تتشابه شيئا ما غادي نجوبك بسرعة وغنقول لك مني كان نشتغل في الحقل الكوميدي الكوميدي المحد كلا بو احتعال الألوان كلا بو احتعال الفراش كلا بو الديكور لأن احتى الديكورت يغسو يكون كوميك نكترت الألوان وشكيلات وهذا وكل واحد اللي بدي لابنتي فيه البالونات سابدير كبنتي واحدة منهم بليا بالكورة اللي قنت لاخر فيه الطول كي والكي والكي والذيك العيبة هو أن عندي واحدة البنية كانت غدت حلمها تكون شرطية وما نجحوها شحين تقسي وراء ولكن مقاتب وليسية ليا في الدار كستنقر ضفليها وخانا واباها يعني الديكورات واللون وحتى السبغة توحي وتوضيف أشياء كوميديا لصالح العمل بطبيعة الحال هناك تكون كتشتغل في هذا الإطار غد تقول لي لاش الدكورات المتقاربة غد نقول لك ودي السيدكوم هو عبارة عن مسرح متلفز أو وضعية كوميديا هو السيدكوم هو داخل لنا بطبيعة الحال لأن بكريك أنك ندر السلسلات وكندر القفشات والمسلسلات الكوميديا لكن الآن احنا خستن سيرو العصر بطبيعة الحال هذا ماشي عيب أنه دخل عندنا السيدكوم إذا السيدكوم هو مفروض ومحتم عليه يكون مصور في ديكور داخلي وضروري خستكون الميليتي كام يعني ممكنش كل كاميرا أو جوج خستكون ثلاثة أو أربعة لدرجة أنه من باب البسط باش كان بغين تحكي مع الممتلين سنقولي من دب هذا باش دونه في السيدكوم داخل ديكور داخلي دب المسكين لا دقالي كخس كتقولي دخل باش يشوفوا المشاهد حيث ما عندناش مشاهد خارجية علما أن هذا العامل بالضبط لأول مرة كتدار هو أننا خلقنا تصوير خارجي وهو داخلي في نفس الوقت صوبنا زنقة كتعطي الخارج وهي غير في ستوديو وعلاش حين تصعيب تمشي تصور فزنقة عتيقة وقديمة جدا وصغيرة وضيقة وهي حقيقية غدي برزتك مولمة غدي برزتك مول بشكلت غدي برزتك لكي كالاكسوني غدي برزتك الناس غدي برزتك عباد الله بالحب ديالهم لنا غدي وقفوا يشوفونا فإلا إحنا ثلاثين واحد ودزاتنا ثلاثين من الساكينة رمغ نصوروش غدي عبتني وقت ما ودل آدان كي خسنا نحبسو يعني الخدمة داخل ستوديو قار هي مربحة على مستوى الوقت والزمان بالدرجة الأولى ليكون في علمك وفي علم كل مشاهدين عمرنا ما انتهينا من تصوير أحداث سلسلة معينة وخرجنا وقلنا هذه السلسلة غدا تكون واعره هي اللي غدا كنخرجوك نقول اللي اللي نحن درناه باش بديت محاك هنسالي محاك اللي اللي نحن درناه نتمنى أنها طرق إعجاب المشاهد هرجعوا لي أشي شيكات خاوين غنجد أنا ما كرأش من خرج من التلفزيون لأنه هو باحث الاستراحة وولو كغفوق في الممكن نتلقى أنا والمشاهد يريت نبقى نتلقى ولأن أنا مني كان نتلقى مع مواطن وكي يقول لي الخياريت وحشناك فين غبرتي ما تتقيش اللي قتلك الحميك يشوك علي ما كرأش ندور دار بدار ما كرأش نلعب دور المرض ومدن تسارع لبنادم ندخلوك باش يشوفني لأننا لكواريوم دينا الأول والأخير هو ملاقاتنا المباشرة مع الجمهور ومع المواطن المغربي من خلال موقع للا بلوس كنقول مشاهدي المغاربة والجمهور المغربي والشعب المغربي قاطبة لا اللي هنا ولا في المهجر رمضان مبارك سعيد وعيد أيضا مبارك سعيد وحياة سعيدة مليئة بالأفرح والمصرات واللي يدرنا فيكم واللي يدركم فينا اشتركوا في القناة